تعال اقول لك شوية ارقام عظيمة خد بقى لك محمد صلاح كل ما بيسجل هدف كل ما بيعمل اساس اللقتي بقيت العدادة بتحسب ارقام كياسية تعال بص محمد صلاح النهاردة بص الهدف رقم 15 في بريميال ليج ينفرد بوصفة قائمة الهدفين بفرق هدف وحيد عن إليج هالند مهاجم مانشستر سيتي مسجلش هالند الحمد لله النهاردة في مرات شلسي بتعب بالتعادل اللي جابه واحد واحد بالمنازمة محمد صلاح صنع عشر اهداف مع ليفربول من مختلف المساوقات هذا الموسم بواقع تسع اهداف في الدولة الانجليزية وهدف في الدولة الاوروبي صلاح تصدر قوامة اكثر اللاعبين مساهمة في الاهداف بالدولة الانجليزية الممتاز منذ اغسطس 2017 برصيد 219 هدف واقرب اللاعبين بعده هاركين برصيد 169 هدف ثم هونج مين برصيد 148 هدف يعني متساعد ما رجله دخلت انجلترا متساعد ما رجله دخلت الدولة الانجليزية هو الكبير بتاعه ماكاليستر لاعب ليفربول لاعب منتخب الارجنتين الفائز بكأس العالم قال بعد المباراة صلاح قائد عظيم ودائما ما يمنح الفريق دفع قوي بتقلقه لقد كان محبطا بسبب تعاده عن المشاركة في المباريات الفترة الماضية لكنه كالعادة عادة قويا ألان شيرر طبعا أسطورة الدول الإنجليزي أسطورة نيوكاسل والمنتخب الإنجليزي كتب عبر حسابه الرسمي على اكس تويتر سابقا محمد صلاح يا لهم اللاعب لا يصدق ألان شيرر ألان شيرر بيقولك محمد صلاح لعب لا يصدق يا ناس يا ناس الدنيا كلها تقدر محمد صلاح ما ينفعش تبقى أنت قاعد هنا وما تكونش أولى بالتأدير ده لمحمد صلاح قدر قدر القيمة دي عارف وخليك فاكر وهنتقابل كتير إن شاء الله ربنا يدينا العمر كلنا هنيجي في وقت من اللقاءات نقول ياه ولا يوم من أيامك صلاح ده احنا عملين نشجع اللعب النجيلي واللعب السنغالي واللعب الإبوالي عشان بس هما أفارقة فين بقى اللعب المصر اللي مكسر الدنيا في الدول الإنجليزي ياه فاكرين محمد صلاح لما فلان قال عليه كذا فاكرين محمد صلاح لما عمل حوار مع كذا فاكرين محمد صلاح لما سجل في كذا فاكرين محمد صلاح لما عمل الأسست ده فاكرين محمد صلاح لما خد البطولة دي فاكرين محمد صلاح لما عمل الإنجاز ده هنفضل نقول الكلام ده فاحنا عايشينه دلوقتي فنستمتع به نستمتع به دلوقتي طيب